موسيقى 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 مرحبه بكم الناس الكل في فيديو جديد وفرسات جديدة اللي موكل عادة اللي تعليكم بحوي جبنينا على الاخر حويجها سهلة في سع في سع تحضر ومكونات بساط على الاخر بش نعمل الدرعية متاعنا الدرعية سهلة ومكونات هالكل هم منفع بتبيعة فيها الدرع فيها الجرجلين فيها الزيت زيتونة الحاسيلو حاجة تعمل ستة وستين كيف السهريات لرمضان تنجمو تعملوها لفطور السباح تنجمو يهزوها الظهار معها مقوتي حاجة بنينة وسهلة وفيما تناول الناس الكل كيما قاعدين تراو فيها مشقة هشوشة على الاخر كي نقصها ترية من داخل ومن بره هكا هشوشة محليها الحاسيلو كيما قاعدين تراو فيها بنينة على الاخر ومنظرها مزيين عملت حكاية خمسين كعبة درعية الكبرى متاحة كبيرة ما شاء الله بستة ميتة جرام درع وبميتين جرام فارينة تحصلنا لحاجة تعمل ستة وستين كيف بالبنة والمنظر المزيين ريحتها فوحة في الدار الكل اول حاجة بش نبدأوا بها بش ناخدوا حكاية ميتة جرام جلجلين بش نعرجها كيما قاعدين تراو فيها على الغاز ونحطها تبرد شوية بعد ما تتعرج ومبعد بش نرحيهم هوني زادة اخديت حكاية مغرفتين متع ماكلا بس باس مغرفة وشترها كيكا وبش نسخرهم شوية على الغاز مش بش نعرجوهم دوبة يسخنوا وبعد نحطهم هكا يبردوا شوي وبش ننهار رسم في المهرس هذية تنجمو ترحيهم في المكينة زادة كين تحبوه كينا عرجوها يعني البس باس والجلجلين يعطي ريحة بنينة وقوب بنينة اكثر واكثر في الدرعية بالنسبة للدرعية متاعنا اليوم بش نعم فيها البس باس وبش نعمل فيها قشور برقدين بش يعطونا متعم بنين انتو ما تنجمو تعملوا سكر فاني نجمو تعملوا قشور برقدين نجمو تعملوا البس باس نجمو تعملوا عطر شاية اي نوقها تحبو تزيدوها تنجمو تزيدوها باي هوني المكونات متاعنا انا خليت صحفة متوسطة مهيش كبيرة برشا ومهيش صغيرة عبيتها هذيك بالفارينة الصحفة هذيك هيل بش نقيس بها كل شي قصت بها ثلاثة صحافي في درع وقصت بها صحفة سكر صحفة ناقصة سباعها كيكة ماء زيت مخلطة زيتونة وزيت قطاني بش يجيني خفيفة مدينيش قوية عندي هوني ساشي خميرة وساشي كربونات ومش بش نحطها الكل بش ناخو منه غرفكة هوا عندي هوني عظمة بطبيعتي انا بش نستحق لبيض اه اذيك قشور برقدين تنجموا تستغنوا عليها وهذي شوية البسباس اللي ساخنناهم وهرسناهم بالمهريس احويجها تعمل ستة وستين كيف كيما قلت لكم ديجاء المكونات يدلوا اللي هي كلها منفع للكبار والصغار حاتينا صحفة الزيتم تاعنا وبش نحط صحفة الماء صحفة ماهيش ملينا كيما قلت لكم اه وبش نحط رشا ملح ونحط معها البسباس وقشور برقدين لحاسيلو والعظمة لصفر متاع العظمة حوكا صبيت لصفر اولا بيتخليتو في الكيسم بعد بش نستحقو اذي البسباس كشور برقدين حاتيت حكيت مغرفة متاع ميكلة ومش الكمية اللي واريت هيكم الكل ونحط السكر السكر رازم يكون سكر ارتب يعني سكر محور بش يتحلل نفسها فيسا ما يقعد منيش هكا يتقزقز مبعدي كخطر يعني مش بش نعجنوها ولا حاجة حاتيتهم الكل في البورم وبش نبدأ نحرك حتى لين يضوب السكر شوي باهي تاو بش نعود ان نسميكم المكونات بالميزان بك يقصتلكم بالصحفة تاو بش نقولكم بالميزان باهي الصحفة ديك اتهز ميتين جرام يعني انا الصحفة متاع فارينة ميتين جرام ثلاثة صحافة متاع ادراع يجو ستة ميت جرام وصحفة متاع سكر تجي ميتين جرام والإلهي لله محمد رسول الله وبالنسبة للزيت والاحلي بحكاية ميتين ملي لتر الميتين ملي لتر جاي وني حبت اللي نوريتك معني صحفة ناقص اصبع هذي بالميزان تحبو بالصحفة ديك واريتك مساشيت الخميرة فيها 13 جرام صبيتها الكل وهذي مغرفة متاع قهوة مش مغرفة معنتها كل متاع قهوة اللي كبيرة شوي لأكل الزييرة علاخر ذيك مليينة بالكربونات قلتو بش نحركو المكونات متاعنا الكل تحريكة خفيفة مش بش نعجنوها وهكيك الخاليط متاعنا يكون حاضر بش نخاليها ترتاح شوي حكاية تدريجين من زمان بش تشربك الزيت متاح وكل شي ومبعدش نبديو نشكلوها نكعبروها ونحطوها في الطبق بش نطيبوها في الفور كما قلتلكم راي سهلة مفاحات بالنسبة لي انا الدراع حاتيت ثلاثة صحافي عليهم صحفة فارينة خاطر الدراع هذي شريطو حاضر مرحي معنتها حسيتو ما فيهوش كريحة الدراع القوية ولا تحسو هكا مرحي جديد ولا حاجة المهم هذيك عليش عملت كمية الدراع اكثر من فارينة نعمل قد الفارينة قد الدراع بما انه وانا مش ريحة ما حسيتوش هكا فيه ريحة هكا ريحة الدراع هكا ريحة الدراع هكا تبدأ بالكده هذيك عليش عملت كمية الدراع اكثر من فارينة باهي هوني ساي كما نلميناها كما قاعدين تراو فيها يزمها تكون تريه شوي باش خالية ترتاح هذيت هوني حكاية 50 جرام بين لوز و بستاش هذيك اللبه هوني شوية زبيب اكهل و زبيب اصفر اغسلتم و حاتيتهم غادي حتي توني الميزين هذيك شوية زيت شمبل بيه يدي باش نرجم من كعبر متصق ليش و حاتيت الميزين باش نوزن بالكعبورة بالكعبورة 30 جرام باش يجيون لكلهم نفس الكوبر راو هوني 30 جرام ما شاء الله جيت كعبة كبيرة بل قد يخطر فيها سا شي كامنا متاع خميرة مبعد شتولي الدوب المتاع لقيس هذي اللي وقت اللي احنا كعبرناها تاو باش تولي مبعد قدها مرتين يعني باش تتحل دي جا ما كمريتوها كفيش مشقة من فوق ومنفجة تعمل ستاوستين كيف حاجة بنينة بنينة على الاخر وصفة ناجحة وصفة اقتصادية كلها منفعة خصوصا منو هكا رمزان واحد يستحق في الصهرية بشكل حوي جبنينة يقاوي بها روحو مع قيوة عربي ولا كويستي اخضر كما قاعدين تراو هذي من احسن الحاجات ينجم واحد يكلهم في الصهرية بالنسبة للسكر انا قلت لكم صحفة مليانة والقياس مئتين جرام تنجموا تعملوا حتى اقل شوية حتى مئة وثمانين جرام مئة وسبعين جرام كما تحبوا يش حلوة برش دي جا انا جيتني معتدلرة مش حلوة برش ولي حب له حلوة يجد صحفة مثلا يزيد عليها مغرفتين متاع ماكلة ولا تليثها مغرفة متاع ملة كذي كان يحبها حلوة انا هكا جيتني مطعمها بالضبط حلوتها معنطها معقولة مش حلوة برش ومش نيقصة حلوة كما قاعدين تراو انكابرها نوزنها الساعة انكابرها نحط فيها كعبة الزبيب وبعد انكابرها نغتسها في شوية لابي دمتال عظم وبعد نحط لها اكل فاكية الفاكية تنجموا تحطوا اللي تحبوا نجموا تحطوا جرجلين من فوق نجموا تحطوا لوز بوفريوة اللي تحبوا انا خلطت شوية بستاش و شوية لوز باش تعطيني كل لون المزين من فوق باش هكا تظهر في التصوير معنتها منظرها مزين وكما قاعدين تراوها نجيب لكم في وصفات ابنين وصفات زمنيين ماليفات عمالة الرفيسة ماليفات الغرايف وكل مرة نجيب لكم هكا حويجة مكوناتها بساطة وسيلة اي انسان ينجم يعملها وبما اني انا هكا 30 جرام توز وبما اني انا نعم في مجهود ونجيب لكم هكا في حاجات ابنين كما قاعدين تراو ماذا بيا كي تتفرجوا في الفيديو تحطوا لي كومنتير حتى الكومنتير حتى تسئلوني فيه مثلا سؤال ما هكا انا نسيت هكا باش نقول لكم عليه ولا حاجة خطريت الكومنتير اللي تحطوها هو اللي طلعلي الفيديو هو اللي عاوني باش انا نواصلوا نهبط هكا حاجات ابنين ومزييني وتعملوا جين بتبيع الفيديو اخذروا اكا المنظر المزيين اخذروا اكا الدرعية تعمل 66 كيف مشقة بكلها واللون متاحة يهبل خصوصا اكا البيستاش اللي فيها من فوق زيت زيينها اكثر ومن داخل الترية ومن برا هكا كلي تتجرمش شوية من فوق بالفاكية ومن داخل الترية متاحة محليها وريحة الدروعة ما شاء الله وزيت الزيتونة فيها وحا في الدار تعمل 66 كيف ما تنسيوش تجربوها وتحطو ليرايكم وليلي الله محمد رسول الله وكينكم وجدو اول مرة ترية الفيديو متاعي هكا تعملوا ابوني وتفعلوا الجرس باش كل منها بتحويجة جديدة اجيكم نوتيفيكاسيون باش تدخلو تتفرجو فيها بريسك توا الدرعية متاعنا حاضرة زيناها حاتيناها في اللصحنا وقدمنا هيكم باش تخزروا لك المنظر المزيين وتعجبكم متقوموا اتجربوها الدروعة موجود في كل بلاسة ما انتم توفر الفيرينة موجودة الزيت موجود ما نتحويجة مكوناتها مش مش نوقد مفرقسوا عليها مبرشة موجودة 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 كوالحين ان شاء الله من كون نسيت شاي كما قاعدين ترا وصفة مزيناها على الاخر ووسهلة وفي منتناول الناس الكل وطوة مقادي كم شونقلكم باي باي بسلام الناس الكل في فيديو جديد وفي رسالت جديد ترجمة ترجمة نانسي قنقر